اشتركوا في القناة بالنسبة للشوت الاول هو يعني احنا قلنا في الشوت في التعليق قبل المباراة قلنا انتخب مصر هيجأ للهجوم القاطف ولكن ظهر ان غيني اخدت بالها للكلام اللي احنا قلناه فمدوش فرصة لمنتخب مصر ليجري ان يعمل عليهم هجوم قاطعا فالمنتخب مصر لجأ للهجوم المتنوع في الهجمات المنظمة سواء بالاختراقات او لعب الدايرة او الاجنحة من الهجوم المنظم ونجح في انه يحرز في اول خمستاشر دقيقة اه حداشر هدف مقابل ثلاث اهداف يعني في اول خمستاشر دقيقة حط حداشر هدف ودخل فينا ثلاث اهداف نعم في الخمستاشر دقيقة التانية اه حصل نوع من اللي هو اه مش ارتخى هدوء لحد ما شوية خلاص ضمان المكسر اه فاحرزنا سبع اهداف هم احرزوا مقابل اربع اهداف اه ده مش مشتقليل من المنتخب لا بل على العكس المنتخب مصر بدأ يدخل اه عمل تغيير او روتيشن بين اللاعبين ما بين البتاع ده ممكن ده سبب من اسباب ان هما حصلت فيه اخطاء في التمرير في الطرد في الطرد اتحدا الاخرة اتين الطرد لينا اتنين لعيبة المنتخب غينية استغلوهم وجاب جنين قال زودة اهدافهم اه كده فإلا ان المنتخب المصري لعد باسلوب دفاعي في البداية ستة ستة سفر متقدمة يعني إذا ما حداك توقعت وإذا ما كابتن مهانة توقع سيب تصفره بيطلع متقدمين عشان يقفلوا على العيد لأنه هما ما يعرفوش يشوتهم بها كل تصويباتنا الخارجية برا مستوى الحارس أو في إدين الحارس كريم هنداوي ما شاء الله توقعه جيد جدا للتصويبات نفس الشيء محمد علي لما نزل كان برضو كويس يمكن سنة كان هدف الشوت الأول برصيد خمس أهداف سنة هدف وده طبيعي على سنة يعني شفنا حتى منهم هدف الأهداف من على الدايرة سنة جيري جريتين قطع قطعتين على الستة متر خد كورة جاب جنين ضربتين جزاء زائد دخلة من الوينجي يبقى جاب الخمس أهداف اللي جمعهم سنة تاني هدف سيسة ثلاث أهداف عندنا الجناحين النهاردة حطين تمن أهداف من أصل 18 هدف عندنا يحيى الدرع ويحيى خالد كل منهم هدفين وهو ده لنقصد التنوع أنه ما فيش اعتماد على لعيب من عينه هو اللي بيحرز الأهداف كل لعيب المنتخب سواء يحيى خالد يحيى الدرع خيري أو أو عالي زين ما شاطش كتير بس لعب كورات مؤثرة كان أسست الكذا لعيبه ووصل كذا كورة لعيبه فالشوت الثاني اعتقد أنه يبقى مختلف تماما المنتخب مصر يحاول أنه يزيد الحصيلة من الأهداف نعم أشكرا كابتن إبراهيم كابتن مهند يمكن كريم هنداوي تصدى الخمس تصديات من أصل 15 بنسبة تصدي 54% تحديدا فالنهاردة برضو حراست المرمى كان لها دور كبير أن منتخب مصر يطلع بهذا الشكل حراست المرمى على مستوى العلم هي تعتبر مص الفرقة لو الجون موفق المطشي ببقى لو فرقة جامدة بيبقى المطشي قريب نعم فحراست المرمى نسبتها بتبقى الأعلى فده بيسبب نجاح أنه أنت تعرف تعمل هجوم خاطف بتعرف أنه أنت تشتغل على التصويب الخارجي اللي هو خلاص بقى يعرف الجون حفظ اللعيبة طبعا فبيلعب على الفيديوهات اللي اتفرج عليها التصويب اللعيبة النهاردة التصويب الخط الخلفي ما كانش كتير اللعيبة كاد بتلعب على الدايرة مع الرقم السبعة حتى في التكتك بتاعهم أنه هو اللعب البكريت بيباص وينزل على الدايرة عشان خاطرهم ولعبهم كله عايزين يلعبوا على الستة متر نعم كابتن طيب رأي حدك فنيا أنه النهاردة في مشهدين الحقيقة يعني لفتوا انتباهي سند بيحط من على الدايرة النهاردة ده هدف من الأهداف إبراهيم المصري النهاردة في كرة من الكرة الفاست بريك أحرص هدف ضمن إبراهيم المصري أحد المدافعي ده يدل علي يعني ده دفت انتباهي ده يدل لحضرتك علي طبعا ده تكتك هما متمرنين عليه إضافة لحضرتك سيسا برضو نفس الخد كرة برضو جري من على الدايرة فهم تكتك بيشتغلوا به أن الفرقة بتاعة غينيا بتلعب ستة صفر بس ستة صفر متقدمة برضو الدايرة بيبقى موجود بين اتنين وثلاثة الرقم ثلاثة التاني ورقم اتنين في الناحية العكسية بيطلع على الباك والغوف نعم فدي بتدي مساحة أن الونجات تجري تحت الناس العالية دي اللي هو رقم اتنين ورقم تلاتة في مساحات بيجوا من وراء خلف البتاع فكرة أو دكت الجميل جد تمام صراحة وبرضو نفس الكلام أحمد عادل استلم كورتين ممدوح حاشم من خلف المدافعين بالظبط صحيح طب كابتن شايف النهاردة يعني من ضمن الأناصر اللي أبا التحكيم بس هو ما تحطش التحكيم النهاردة في اختبار حقيقي على المباراة مش ماشي أكل بس بشكل عام شايف التحكيم إيه شايف هل التحكيم موفق ولا شايف غلطات تحكيمية بسيطة ممكن لا أنا شايف التحكيم لحد الوقتي ماشي كويس المباراة أصلا هادية مصر ماشي بريتم هي اللي بتعلل رتم وبتعلل ريتم وقدر مطش واحدة واحدة زي ما قلت لحضرتك الفرقة عمل وتروتيشن في الدينة 17 ابتدنا نبدل زين بفيصل علي زين بفيصل يحيى الدرع نبدل مع خيري يحيى خالد ومهاب المصري خالد وليد في الدفاع أحمد عيدل ومبدوح حاشم في لجوم سيسا زي ما قلت لحضرتك بدل مع سيف الدرع في السبعة الشر دي الأوليني فإحنا بنعمل بتجرب اللعيبة كلها عشان كل اللعيبة تبقى على مستوى اللعب في المطشاط اللي جاية طب كابتن الجهاز الفني الفريق غني شمال أفريقيا النهاردة بنتكلم على شمال أفريقيا في كورتالياد دي مصر تونس الجزائر بس الحقيقة ما حسيتش النهاردة قوي ان بصمة هو بتهالي جهاز فني تونسي ولكن النهاردة احنا ما حسناش قوي ان بصمات يعني هل مثلا الجهاز الفني متولي المهمة قريب ولا نوعية اللعب الأفريقي أو الأفريقي الصمراء مش مناسبة لكورتالياد هو زي ما حدك بتقول كده المدربين التونسة بيبقى ليهم لعبة بخاصة بهم عشان تنفذ التاكتك بتاعه في الهجوم ولا في الدفاع زي ما حدك بتقول برضو ان المدرب شكله لسه متولي الفرق قريب فده طبعا بياخد وقت كتير وعمال ما اللعيبة تلعب بالسيستم بتاعه وتخش في أجواء المباريات المدير الفني يوسف بالخاري تونسي ده هو المدير الفني لفريق غينيا أو منتخب غينيا طب كابت إبراهيم ايجي لحضردك يعني النهاردة الشوت الأول خلص 18-7 مش الشكور الكبير قوي زي مثلا المبارات او المبارات تلعبت النهاردة زي مثلا نقول مبارات مثلا انتهت فرق كبير تونس و كينيا تونس و كينيا 59-18 توقعتك بالشوت التانية هل ممكن مستر إخوان كارلوس باستير المدير الفني الأسباني نهاردة زي بولت حدك مهم يدي رسالة هل هيضغط في الشوت التانية بنفس الطريقة عشان يعلي السكور ولا هو مش فرق معه لسكور قد ما هو فرق معه انه يجرب فرقه و يجهز لسكور بالنسبة له مهم فاعتقد انه هو هينزل للشوت التاني حطين في اعتبار الفرقة اللي ما عملوش في الشوت الأول هيعملوه يعني اعتقد اللجوم هيزيد لجوم الخاطف او السنتر السريع او قطع الكور الكورة و دي هتبقى لها أساس يعني هتبقى أساس لعبي هيبقى الشوت التاني بالمنظر ده عشان أزود الحصيلة بتاعت الهدف يعني 11 هدف في الشوت الأول لو مش هنا بالمعدل ده يبقى الفرق 22 هدف اه فرق كبير ولكن مش زي الفرقة التانية اللي بتنافسنا لا مش زيها انا يعني انا لا بقول انه لو الهجوم الخاطف اشتغل هيبقى الفرقة اكتر من كده بكتير صحيح هو هجوم الخاطف الحقيقة اكتر من كده بكتير بعد أول مباراة نهاردة احنا اتفضل جب فرقة غنية كمان يعني تقريبا يعني مش مش هتسيب المطش هي بتلعب دلوقتي عشوائي بصري اللعب عشوائي يعني اللعب بياخد كرة ورح شايت اي كرة من بره شوطنا كرة كتيرة بتجد بره الملعب لإحكام الدفاع بتاعنا ولو كرة جات في البتاع كريم هنداوي ومن بعدين محمد علي عندهم توقعات كويسة قوي فبتبقى الكرة في متناوله أغلب الكرة اللي هم جيبينها اللاجوان اللي هم جيبوها من السبع تجوان جايبين أربع تجوان من على الدائرة أو خمس تجوان من لعب الدائرة من كور مرتدة أو كور وقع وراء المدافعين بتاعنا نعم فما عندهمش تسويب خارجي كويس ما عندهمش لعب منبر فبالتالي هيبقى فرصة مصر تزود الأهداف بتاعيها كبيرا ان شاء الله طب كابت المهالة ده لحس النهاردة لمنتخب مصر برضو ولعيباتنا بتلعب بحرص النهاردة أنا ممكن يبقى عندي خسارة كبيرة لو خسرت لعيب في مركز خاصة أن أنا دخل على مبارك سريعا رأي حضرتك هل صح أن أكسب ولا ألعب بكل قوة أكسب بقل باور ولا أكسب بكل الباور بتاعي سريعا عشان إحنا لا طبعا أنا أكسب بقل الخسائر عشان لسه في مبارك قادمة منتخب مصر بيرعب على قد المتش ما حافظ على اللعيبة بتاعته عشان خطر حضرك عارف الأجسام لا فارقة بتبقى عاملة إزاي فأنا أحافظ على اللعيبة المكسب أنا شايف فرق 11 والشوت الثاني إن شاء الله نزود يبقى 11 زيه 22 طلعت بمكسب كويس أجاهز للمتش اللي بعده بدون إصابات كابتن سريعا مستر خوان كارلوس بستير يمكن ده أول مشاهدة لي عن كرب احنا شايفين يمكن الشاشة جايبات نحن عارف إن هو نتكلم عليه فهل يعني النهاردة شايف يعني المنتخب لي شكل مختلف ولا يعني تقريبا نفس الشكل بس خليني يعني خلاص أنا شايف اللحظات يمكن ما نلحقش نجاوب على هذا السؤال يعني كابتنا أستاذنا حدث كابتن إبراهيم كابتن مهند لحظات وتنطلق أحداث الشوت التانية نروح لمعلقنا كابتن أعصام منيسي عشان ننقل حضرككم أحداث الشوت التانية مصر وغنية في المباراة اللي افتتاحية لبطوط أفريقيا في نسختها السادسة والعشرين زميلة العزيزة أعصام منيسي إليك المايكروفون شكرا